بذل منتسب وزارة شؤون الإعلام جهودا كبيرة في تغطية اليوم الوطني الرياضي من خلال تسخير كافة الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة لنقل احتفالات الهيئات والوزارات بهذه المناسبة الأولى من نوعها في مملكة البحرين التفاصيل في تقرير الزميل يحيى العمري جهود كبيرة تضافرت هنا في غرف التحكم واستيديوهات تلفزيون مملكة البحرين بمشاركة نخبة من نجوم الشاشة ومن الرياضيين وأفريقا العمل التي صبت جهودها في تغطية اليوم الوطني الرياضي ونقله باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المطورة بكل احترافية من خلال الخطط المتكاملة شملت العديد من الفقرات والتغطيات الخارجية المباشرة والتسجيلية حرصنا كل الحرص وبتوجيهات من سعادة وزير الإعلام على تغطية كل الفعاليات اللي أقامتها وزارة وهيئات الحكومية والخاصة أيضا في مملكة البحرين عملنا أيضا على أرسال مراسلين وعمل تقارير مباشرة ومسجلة أيضا للفعاليات الموجودة في اليوم الرياضي التطور الكبير لشهد تلفزيون البحرين من ناحية الشكل والمحتوى أيضا ساعدنا بشكل كبير لتغطية هذا الحدث بطريقة مميزة أبعاد كثيرة لهذا اليوم بيّنها الاستيديو الاحترافي الذي نقل مشاهد تحول شوارع البحرين إلى ملاعب رياضية شارك فيها الجميع وزراء ومسؤولون وموظفون دابت وزارة الإعلام على توفير مندبيها ومراسليها في معظم هذه الاحتفالات الرياضية لنقلها بطرق جديدة ومبتكرة بإشراف من فريق عمل برنامج الملعب التابع لإدارة مركز الأخبار في الوزارة بالتأكيد هناك عمل توزع على الجميع يعني ممكن البعض مملم في الجانب الرياضي ولكن استعنا من الخبرات في مثلا تغطية لمحافظات المملكة ركزنا على كثير من شرائح المجتمع وأكيد يعني احنا في هذه اليوم نسعى لتصليط الضوء على أكبر عدد من الفعاليات يعني تقريبا خمسين فعالية بتقام في هذا اليوم الكاميرات توزعت المعدين توزعوا المراسلين انتشروا في جميع أنحاء المملكة أكيد تضافرت الجهود وهي الشيء راح ينعكس على الشاشة الشارع مادة إعلامية متكاملة شهدت تنوعا كبيرا بتنوع الخبرات العاملة عليها فبهدف وضع المشاهد في الحدث الرياضي الأكبر في المملكة كرست وزارة الإعلام جل طاقتها وإمكاناتها فيه من خلال توفير ثلاث عربات للنقل التلفزيوني الخارجي تواجدت في مختلف مواقع الفعاليات عمل بها أربعون مختصا في كادر التصوير هلاوة على نحو عشرة أشخاص للعمل كمحررين للأفلام والصور يرافقهم 12 مهندسا لضبط جودة الصور والنقل التي قدمها 11 مراسلا إخباريا نحن كفريق عمل بنا نوع من الديناميكية والانتماج والحماس لتقديم الأفضل دائما جهزنا جلوة بجميع الفعاليات على جميع الأوقات صار في توزيع للمراسلين بعدما حددنا الفعاليات التي نغطيها انتقلنا إلى تحديد التقارير التي تكون موجودة في الحلقة اجتماعنا كفريق عمل واحد نسقنا هذه الأمور بيننا توافق وتجانس بين جميع العاملين في هذا الكادر الإعلامي المميز يعملون كخلية نحل واحدة كل في مجاله وتخصصه لتحقيق هدف واحد واضح وهو إبراز اليوم الوطني الرياضي الذي شهد مشاركة واسعة لأكثر من خمسين جهة مختلفة إيمانا منهم بأهمية هذا اليوم الذي خصص للاحتفال بالرياضة البحرينية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين